اشتركوا في القناة عندما تشاهد القسم الأول اضغطوا على الرابط في صندوق الوصف أو في أعلى يمين الشاشة لتستفيدوا أكثر من هذا الفيديو نبتة العلت غنية جدا بالفيتامينات والمواد الغذائية التي تساعد على تنظيف الكبد وتبقيه يعمل بشكل صحيح العلت يساعد الجهاز الهضمي من خلال الحفاظ على تضفق السليم للمادة الصفراء التي يفرزها الكبد شاي العلت مدر للبول ويساعد الجسم على محاربة داء السكري بشكل طبيعي عن طريق إزالة السكر الفائد المخزن في الجسم يحفظ عصير العلت والشاي على إنتاج الإنسولين من البنكترياس ويحافظ على خفض مستويات السكر في الدم جذرور العلت لها تأثير طبيعي مدر للبول مما يسمح للكبد القضاء على السموم بشكل أسرع العلت يساعد على تقليل حمد اليوريك ويحفظ على إنتاج البول ومفيد لمكافحة الالتهابات البكترية داخل الجهاز الهضمي والأعضاء التناسلية الكالسيوم هو أكثر المعدن في الجسم ونبدة العلت تحتوي على 10% من القيمة الغذائية يومية للكالسيوم ويتم تخزين الكالسيوم في بنية العظام والأسنان شاي العلت من الممكن أن يساعد في منع التهابات المسالك البولية والطربات المثانة ومشاكل الكلا لأنه يساعد من تضفق البول ويحارب العدوى عند كسر جذع العلت نحصل على عصارة بيضاء حليبية مفيدة للبشرة تخفف هذه العصارة من الحكة أو التهيج من الأكزمة والالتهابات الجلدية الأخرى وواجدت دراسة أجراها قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية في جامعة وينتسر في كندا أن مستخلص جذور العلت فعال في قتل أنواع مختلفة من السرطان كنتيجة لقدرته على محاربة جذور الحرة في القلايا السرطانية من الممكن أن تأكل نبتة العلت مطبوخة أو غير مطبوخة وهي أمنة أن تأكل بأكملها أي الأوراق والجذور والأزهار والسقان يمكنك أن تستفيد من فوائد العلت عن طريق شرب شاي الجذور والسقان أو الأزهار كثير من الناس عند طهي العلت يستخلصون من الماء الذين يغنون به العلت في حين أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية وممكن استعماله مثل الشاي لصنع الشاي إنقع جذور العلت والسقان أو الأزهار لمدة 30 دقيقة في الماء المغلي يمكنك شرب الشاي لوحده أو مع جذور وأزهار العلت يمكنك أيضا شراء أكياس شاي العلت العضوي ومن الأفضل شراء أكياس شاي العلت التي تحتوي على الكركم أيضا للاستفادة أكثر من الشاي كوب واحد في اليوم من هذا الشاي يكفد الحصول على الفائدة المرجوة من العلت يمكنك أيضا أن تنظف وتقطع جذور العلت ثم تحمصها في الفرن حتى تجف وتستخدميها بدلا من القهوة تأكدي من أن تنقع الجذور الجافة في الماء المغلي لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل الاستهلاك يمكن أيضا نقع أوراق أزهار العلت الطازجة في الماء لعلاج الألام هذا المزيج ممكن استخدامه عن طريق تدليكه على الأطراف أو المفاصلة المصابة إن تناول العلت جنبا إلى جنب مع المضادات الحيوية وأنتيبياتيكس قد يقلل من فعاليتها ممكن أن يزيد العلت من كمية الليثيوم في الجسم بسبب خصائصه المضرة للبول مما يؤدي إلى أثار جانبية خطيرة قبل تناول العلت بشكل منتظم ودائم كعلاج استشير طبيبك الخاص إذا كنت تتعاولين أي نوع من الأدوية لأن نبتة العلت قد تقلل من سرعة تفكيك الكبد لبعض الأدوية أيضا استشير طبيبك إذا كان لديك حساسية من الأعشاب أمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو شكرا لمتابعتكم من فضلكم اشتركوا بالقناة وتابعوني بفيديو جديد ودمتم في أمان الله شكرا للمشاهدة